السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زماليكم موان مصطفى فرقة خمسة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم هنرجع مع بعض سريعا كده الجزء الأخير من واللي كنا كلمنا فيه على ثلاث مواضيع كلمنا فيه على موضوع الأفيكيا يعني أن العيم ما فيهاش عدسة وكلمنا فيها على البرينسبلز بتاع النظارات والعدسات وآخر حاجة كلمنا على جزء العمليات هنرجع ان شاء الله سريعا مع بعض نتذكر دايما زي مايننا بالرحمة والمغفرة وندعو لهم كنت قلتلك هنا على جزء الإمام الشفعي ده نخشها على طول في الأفيكيا الأفيكيا هي عبارة عن إيه؟ إن العيم ما فيهاش عدسة إيه اللي يخلي العيم ما فيهاش عدسة حاجة من اتنين يعيم بعد عملية يعيم نتيجة للشخص ده اتخبط خطة بدون من غصف تفاصيل بقى التفاصيل كلها موجودة في الإيه موجودة في الشرح الأساسي احنا نقول بس إنه نتيجة تراما نتيجة إن شخص ده اتخبط خطة فحصل أبزوربشن للعدسة أو اتحركت من مكانها ففكرة الحالات يا إما شنهال ويا إما هي تشالت أو حصلها أبزوربشن بالذات في الأطفال يا إما نتيجة إيه؟ يا إما نتيجة عملية بالذات بعد عملية الكاتركت سيرجوري طيب إيه المشاكل إن العيم ما يبقاش فيها عدسة قال لك حاجة من ثلاثة أو يعني نيابة سببت ثلاثة مشاكل دول أول حاجة إحنا عارفين إن العيم بتشوب إيه؟ تشوب حاجتين اتنين اللينس ويه الكورنية اللينس ديت لوحدها بتبقى بلاس 18 فأنت كدت لوقتي فقط من العين بلاس 18 فحصل هايبرمتروبيك شفت تاني حاجة العدسة هي المفروضة مسؤولة عن الإيه؟ عن إنعكاس السور فأما بيتفقد الموضوع ده بيحصل إيه؟ بيحصل لصول الأكوموديشن تالت حاجة أنيزومتروبيا بحالة اليونالاتر الأفيكية يعني إن لو فقد العدسة على ناحية واحدة فكده أصبح عين بتشوب الستين وعين بتشوب الاتين واربعين فكده في ايه؟ في اختلاف ما بين السورتين فده يعمل ايه؟ فده يعمل اللي هو الأنيزومتروبيا ده المشاكل اللي بتحصل طيب إيه المشاكل اللي تحصل مع الأفيكي الجلاسز؟ أول حاجة إن النظارة بتكبر بالنسبة 30% أو أكتر وده بيعمل ايه؟ وده بيعمل برضه اختلاف ما بين السورتين تاني حاجة إن العدسة نفسها ممكن يكون يحصل فيها أو ممكن تكون تخينة وديه في نفسها حاجة مؤذية يعني تالت حاجة إن العدسة النظارة بتبقى محكومة بفريم وده بيقال للفيجوال فيلد طيب إيه؟ إيه؟ الخرينيكة البكتشر اللي هيجيلي بها عين الأفيكي أول حاجة إنه عنده مشاكل في الفيجن سواء كانت فيه فار أو نير ليه؟ لأنه فاقد بلاس 18 بلاس إنه فاقد الأكموديشن فكده الفار ونير تاني حاجة الساينز قلنا نعمدي أول حاجة إنه هيجيلي أنا عارف إنه هو عامل عملية أو إنه قال إنه عامل عملية أو إنه تخبط خطة أو بيين عليه إيه؟ إيه؟ أصر الخطة دي تاني حاجة بيقولك إن فيه حاجة اسمها البروكنشي سينسون إيميج قلنا إنه هم كانوا ثلاث صور واحدة بتترسم على القرانية اتنين بيترسموا على لي على العدسة ما فيش عدسة فقط اتنين تالت حاجة الانتيرو تشامبر ده كان المفروض قلنا إن العدسة المفروض إن هي بتدي انعكاسات للصورة فما بتخليش ما بيتخليش لون العين أسود قوي لأ بيبقى أسود فاتح لأ أما بتتشال بيتحول للون لإيه؟ 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 الجيت بلاك بيوبل يعني إيه ساب لكسيشن؟ يعني اللينس زونيولز أو الرابط اللي كانت مسكة العدسة حصل فيها لاكستي يعني ارتخت فعملت إيه؟ عملت الساب لكسيشن ده سواء بقى نتيجة خبطة أو نتيجة إيه؟ أو إن شخص ده مولود أصلاً عنده لاكستي في الإيه في الزونيولز اللي هي بشكل كونجينيطال طيب أعالج الأفيكية دي بإيه؟ الأفيكية بتتعالج بإيه؟ والله على حسن فيها بيلاترا ولا يونيلاترا بس هو العلاج الأساسي بتاعنا هو إن أنا بقى إيه؟ بعمل IOL Implantation أنا عدسة مش موجودة بحط مكانها عدسة فده البستلين اللي هو مين؟ اللي هو الـ IOL Implantation طيب البعد كده قلنا إن العدسات مش هينفع تستخدم مع الإيه مع ناحية واحدة لإن إيه؟ لإن لها مشاكلة اللي إحنا لسا إيه لإنها اللي هما إيه؟ اللي هما إن هي بتقبر بنسبة 30% بتعمل أنيزوميتروبيا وكمان بتبقى حكمها الفيج والفيلد بقى إليه؟ طيب فملخصاً كده قلنا والله على حسن بيه يونيلاترا ولا بيلاترا لو يونيلاترا مش هيبقى معي إيه؟ مش هيبقى معي الغلاسيس أوبشن فهي إيه ماما كونتاكت لينس إيه ماما IOL Implantation طيب لو بيلاترا ممكن اللينس ممكن IOL Implantation إن أنا أحطها من برق أو من جوة أو إن أنا النظارة مدام بيلاترا مع ناحية اللي اتنين يبقى الماجنفيكيشن هيبقى زي بعضه فممكن إيه؟ فممكن نسقط من العدسات في البيلاترا تاني موضوع كم معينا هو البرينسفلز بتاع سهل إن شخص يتعود عليها ويكونوميكا رخيصة مشاكلها بس إن الشخص اللي عنده بريس بايوب عنده مشاكل في ان هو ما بيشوفش في ديفرنت إيه في ديفرنت ديستانس فدية هتنفعه في ديستانس واحدة بس لكن مش هتنفعه في ديستانس المختلفة فبيقول لك إن هي مش هتبقى قادرة إن هي تبرفورم إيه ديستانس للإنترميديا تسكس اللي هي الإيه على ديستانس مختلفة يعني طيب بالنسبة لي البيفوكل دي عبارة عن عدسة بنقسمها نصين بتبقى بإيه بتبقى معمولة بتور رفركتيف اندكس أو بتبقى معمولة لتو ديستانس هتبقى حلوة وهتبقى من نسبة أكتر مع البيس بايوب إن هو بدل ما كان بيشوف على ديستانس واحدة هتشوف على إيه على تو ديستانس فهي مور كونفينيات مشاكلها بس إمن أنت عدسة أنا أسمتها بدل ما كانت بتشوف بدل ما كنت بشوف بالعدسة كلها أنا بدأت أشوف إيه بدأت أشوف بنص العدسة ديستانس معينة والنص التاني في ديستانس تانية فالفيجوال فيلد طبعا قال لأكتر وأكتر ما هو كان بيبقى أصلا بلص إن هي بتبقى إيه بتبقى شكلها أسوأ طبعا وممكن كمان تعمل إيه تعمل تعمل تأثير المنشور يعني فيبقى لها بريزماتيك إف إفكت ودي ببقى لها مشكلة في الإيه في النصر برضو تالت حاجة البروجرسيف لينس اللي هي مالتفوكل سابقة من ترايفوكل وانت طوال اللي هي ترايفي مفقوق دي بتبقى حلوة جدا لليه لربست بايوب عشان إيه عشان هيقدروا يعملوا التسقس على ديفرنت ديستانس وهيقدروا يشوفوا على ديفرنت ديستانس طبعا وأكيد مشاكلها برضو إن هي بتقلل بيجوال فيلد أكتر وأكتر ده أشكال الأشكال السنجل البيفوكل الترايفوكل اللي هيعتبر البروجرسيف برض هو البروجرسيف لينس طيب اللينس ماتيري اللي عاد السديك بتتعامل بإيه يا إما بتتعامل من إزاز يا إما بتتعامل من البلاستيك وكل واحدة ليه مميزات يعني مثلا الإزاز الإزاز إن عكاسته بتبقى كويسة فبالتالي بيدي إيه بيدي الأوبتيكال بروبرس بتاعته بتبقى أحسن في منه نوعين اثنين الأقصر استخداما هو الوفسال ميكراون جلاس الريفراكتيف إنزكس بتاعته واحدة اثنين وخمسين من مية ولكن ده مش معناه أنه ما فيش تاني لأ فيه الفلينت جلاس الريفراكتيف إنزكس بتاعه بيبقى واحدة واثنين 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 من مية اللي هو أعلى وده بيستخدم للإيه لأنه عندهم مشاكل أكبر اللي هما الهايبر مايوب والهايبر متروب تاني حاجة البلاستيك أو الأجزز بتاع الإيه بتاع العدسة سواء أنا عايز أعمل العدسة للشخص ده أو سواء هو الشخص عامل نضارة والعدسة بتاعته أو الريف بتاعته ونضارته انقصرت وعايز يعدلها فده بعمله بحاجة اسمها الفوسي ميتر أو اللينس ميتر إن أنا بقيس الأجزز والباور وكمان عندي فيه لو فيه أنون لينز أنا مش عارفة الباور بدايتها فبقدر إن أنا أوصلها بالإيه بالفوسي ميتر طب فيه وسائل تانية قدر أعمل بها دي ترومي نيشن للإيه لللينس باور ديت أو قالك في حاجة اسمها الجيني واللينسي ميتر وحاجة اسمها النوتراليزيشن بعد كده العدسة بقى هكذا أكرنا أنا بنكلم على العدسة النضارة العدسة بقى الأساسية الكونتاكت لينز قالك إنه الكونتاكت لينز أنا بستخدمها لهدف من ثلاثة يا إما بستخدمها عشان يما بستخدمها لشكل جمالي يما بستخدمها لشكل علاجي أول حاجة الرفركشن إن أنا بعالك فيها الإيه بعالك فيها الرفركشن سواء الهايبرمتروب أو الميوب أو حتى الليفلز من الاستجماتيزم دي بستخدم فيها الاسفريكا لينز طيب التوريك لينز بستخدمها للناس اللي عندهم استجماتيزم بدرجة عنيفة بعد كده عمدي فيه البيفوكا لينز زي البيفوكا لينز بالزبط إن أنا بستخدمها في حالات البريس بيو تاني حاجة الكوزموتيك الكوزموتيك دي بستخدمها لناس اللي عندها شريديس الانريدي الانريديا أو الناس اللي عندها سكرر عنيفة جدا فعشان تغطي السكرر اللي في الكورنية دي بستخدم برضو العدسة بحطها على القرانية أو إن حد عايز يغير لون عين وبقى ببساطة طيب تالت حاجة السربيوتيك السربيوتيك مشكلة تانية ممكن تأثر على الكورنية وتعمل فيها إريتيشن وتعمل فيها إنفلاميشن فأنا بغطيها مؤقتا على معالج المشكلة اللي عندي أو إن أنا اللي بيسيليا ما عندي حاصل فيه إيه حاصل فيه إنجري وأنا عايزي من غير ما يحصل إيه احتكاك كتير فبعمل إيبروموشة اللي بيسيليا بإيه باستخدام العدسة دي أنواع العدسات يام هارد يام سوفت إما سيمي فليكسبول أو سيمي ريجد اللي هارد ما بقتش تستخدم دلوقتي العدسات الناشفة دي ما بقتش تستخدم دلوقتي الصوفت في منها ثلاث أنواع فيه هاي ووتر كونتنت فيه لووتر كونتنت وفيه سليكون هايدروجيل الهاي ووتر كونتنت تستخدم لفترة طويلة اللووتر كونتنت تستخدم دلي السليكون هايدروجيل اللي بتستخدم لفترة طويلة زي الهاي ووتر بلص إن هي جاز بيرميبل ودي حاجة حلوة وميزة فيها استيمي فليكسابول او استيمي ريجت اللي هي برضو بتبقى ايه بتبقى جاز بريميا ولديات هنفهم ليه هي دي حاجة حلوة طيب قالك ان عندي مشاكل بقى مشاكل الكونتاكتينس ان انت تحط عدسة على عنيك ببساطة شديدة اما هتعمل مشاكل الانفكشن اما هتعمل مشاكل ان هي تنشف العين او تعمل ترومة في العين وانا بحطها او هي نفسها تعمل ترومة العين يحصل حساسية ضدها او ان هي تقلل تقلل الاكسجنيشن لدخل الايه الكورانية اللي هي بتخسر عليه اصلا من الجو او من الانفيرومنت فتعمل فيها مشاكل انفكشن هي تعمل انفكتف كوراديتس كورنيا لسكارين كورنيا ريابينج مشاكل في الايه مشاكل في ان هي تنشف العين تأثر على البسوي بتاع الايه بتاع الاكريميشن فتعمل او تعمل ايه او تعمل ترومة فتعمل او تعمل كورنيا الابريجن او حتى نتيجة ان هي هتقلل الاكسجن اللي داخلنا انها هتبقى حاجب للايه للأكسجن ان هو يدخل إلا إذا كان الجاز برميبل ودي ميزة ميزة اللينس اللي تبقى جاز برميبل لما يحصل هايبوكسي هتعمل إديمة وتعمل في القرنية وقرنية أصلا المفروضة ان هي فهاش بسكولاريزيشن أو من يحصل منها حساسية زي الجانت بابلاري كونجنكتايفيتس أو الألجي كونجنكتايفيتس وإلسترائيل إنفلترات مميزاتها بقى هي هتديني فيلد أعلى عن النضارة لأنها مش محكومة بفريم مش هتعمل أعنايز وكوني لأن تكبير السرعة ليها أقل من 10% وكمان بتبقى شكلها أحسن انت ممكن ما تكتشفش إن الشخص اللي قدامك لابس عدسة طيب تالت حاجة أو تالت موضوع وكان معنا هو العملية والعمليات ببساطة هم عبرها عن حاجة من اتنين يا هشتغل على القرنية يا هشتغل على اللينس بس في البداية أنا إلي خليني أعمل عملية حاجة من اتنين يأمة إن الشخص مش حابب النضارة اللي هو هو لابسها أو العدسة اللي هو يابسها وعايز يعمل عملية أو إن الشخص عنده أنه أنا عالج الأانزوم تروبيا في الأطفال فبقولك أن إنا بستخدمها عالج الفركتف إيه weekend عشان إيه عشان چهل الاعتماد أو أمنأ اعتماد الشخص أصلا على النضارات أو العدسات أو إن أنا عالج الأانزوم تروبيا في طفل إيه في طفل صغير عشان إيه عشان المخ ما يعملش إهمال العين من الاثنين ويعتمد على صورة واحدة بس مشاكلها من الـ Contra Indication إن أنا أعمل عملية حاجة من الاثنين يا إما حاجة أبسليوت أنا مش هقدر أعمل العيان ده عملية خالص وهي إنه يكون عنده كراتو كونس أو عنده إيه عنده كراتو أستيتيك إيه كورني الكونديشن زي لها مشاكل في القرانية يعني بيسموها الـ BMPD disease بعد كده عمدي فيه أو إن الليسيد والاسترومة بتاع إيه بتاع القرانية بتاع العيان ده أقلم 250 فأنا مش هقدر ألعب له فيها لإن اللي أنا ممكن أعمل وممكن لأ على حسب على حسب الـ Refractive Error بتاع العيان ده المفروض إن الليزر بيبقى ليه إيه بيبقى ليه رينج معين عند الرينج ده لو العيان ده مشكلة وزن رينج أقدر أعمله العملية مش وزن رينج أنا بقى على حسب فالميوب معاكل سلب عشر لحد سلب عشر لسلب عشر لسلب اتناشر الـ Hypermetroب معاكل لحد بإيه لحد بلاس إيه بلاس ستة ويه الاستجماتيزم معاكل لحد بإيه لحد مينس خمسة غير كده مش هتقدر إيه مش هدي يعني هو ده رينج الليزر اللي هتقدر تعمل فيه الكارنية لو فيها Dry Eye لو فيها Scoring لو فيها الشخص ده كان عنده هربات كيراتايتس فالمفروض إن أنا إيه المفروض إن أنا بعالج المشكلة الأول وبعد كده أبقى فكر بقى عمله العملية ولا لا على حسب حالته برضو الشخص اللي عنده Active Inflammation عموما Active Inflammation دي بتخلينيش عمل العملية في أي حتة زي Conjunctypitis والإيه والBelphritis لو عنده سكر مش مظبوط أو عنده Autoimmune disease فإن المفروض إيه I control the disease ده الأول وبعد كده أبقى فكر في العملية لو تحت 18 سنة طبعا ما بنعملوش عملية الحامل واللي بتردع برضو ما بنجيش جنبها لو أنا مش عارفة مش متطمنة من ناحية إيه من ناحية البروغنوزز بتاعي العيان ده برضو أو العيان نطفت إن هو أصلا إيه إيه إينام فلات أو كده أو عنده Trimmers أو كده فأنا مش هقدر أتعامل معه كل دي كلها حاجات relative بالتعامل معها أنا ممكن أعمل عملية العيان لكن لو ما تعملتش معها فأنا مش هقدر أعمل عملية العيان بعد كده قلنا أن العمليات دي بتعتمد على حاجتين اتنين هشتغل على القرانية هشتغل على إيه إما هشتغل على عدسة نفسها هشتغل على القرانية بعملته procedures بس قبل ما نقوله ال procedures دي بقالك إن أنا بستخدم في باستخدم نوع من الليزر اسمه Eximal laser كل اللي بيعمله إن هو بيعمل ablation للإيه دي التشوز لحد ما وصل للإيه للستروم المطلوب أو السيكنس المطلوب فأقدر إيه قادر اللي هو من خلاله العيان إيه يحصله correction للإيرور ده قالك إنه هو بيكسر الروابط اللي هي الكربون كربون إيه بونز ديت ما بين الإيه ما بين التشوز وبعضها فبالتالي بيقدر يعمل نقش في التشوز ديت بالشكل اللي يخليني أقدر أعمل الإيه أقدر أعمل الcorrection ده طيب قالك إنه عندي two techniques dual أول حاجة surface ablation technique من اسمها أنا بعمل ablation للإيه اللي بشيل للإبيسيريا من اللي موجود فيه السيرفس وبعمل إيه بعمل selective ablation للإيه للسترومة بالإكزايمر ليزر وبعد كده بحط الإيه بحط العدسة والservice ablation ليزر تيات أولا بتبقى مؤلمة جدا 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 تاني حاجة ميبقاش فيها فلاب تاني حاجة بقى اللي هو الليزيك الليزيك تيكنيك المايكروكراتوم عشان خاطر إيه عشان خاطر الcomplication منه بتبقى وليلة برضو بعمل برضو selective إيه selective ablation للإيه 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 وبيبقى فيه الفلاب الفلاب ده بشيله في الأول وبعد كده بعد ما بعمل selective ablation بقوم رح حط الفلاب ده ما كانوا تاني فهنا هي فيها إيه فيها فلاب طيب ده ملخصا كده بقولك إن الليزر إيه الليزر رفلكتف سيرجري ياما بعمل لازك ياما بعمل surface ablation surface ablation ياما بالBRK الفوتور refractive keratometry يامنا بالليزك ياما بالإيه بالليزك الليزك بستخدم المايكروكراتوم أو بستخدم الفينتو ساكند ليزر إيه الفينتو ساكند ليزر هو عبارة عن إيه هو عبارة عن ليزر بيعتمد على أنه يشتغل على الانتر أتوميك بورس يكسرها وبالتالي أنه يقدر يعمل إيه يقدر يعمل بيكسر الروابط وبالتالي يقدر يعمل إيه يقدر يشيل الإيه التشو اللي هو عمله أو يقدر يكون الفلاب اللي إحنا إيه اللي إحنا عايزينه في حاجة جديدة عملوها اسمها small incision intocule extraction هنا ما بيعملش ablation للإيه للتشو وكل الحوار بيعتمد على أنه بيفتح فتحها ويعمل extraction للتشو منها من خلال ما يعمل إيه من غير ما يعمل ablation وما بيعتمدش فيها الأجزيمة الليزر وزاوة يوزو في أجزيمة الليزر لكن بيستخدم فيها إيه second laser is used دي هو اللي بيستخدمه إن أنا بعمل intocule وبعمل extraction من خلال إيه small incision ديت وكاف الله المؤمنين أشار قطيتها إيه مشاكل إن أنا أعمل العمليات اللي هي الليزر ديت أول حاجة مشاكل المايكرو كرياتوم أو السكنة اللي أنا بقى طعب يعني إن هي تعمل over أو فوق ال46 وفي كلتا الحالتين أنت بتعمل over wonder correction وده طبعا يعمل مشاكل أول من الليزر نفسه وأنا بحطه إن ليزر مكان ما أنا بحطه ما يحرقش تحته فيعمل حاجة اسمها central island في قلب central area المفروض أول نوع يبقى دي center ده أصلا ما يبقاش في الإيه في center بعد كده عمدي فيه بالنسبة المشاكل اللي تفصل بعد العملية إن العين تنشف نتيجة إيه نتيجة إن أنا وأنا بحرق إيه وأنا بحرق إيتش اللي أنا عايز أحرق وعمله أبليشن حرقت النيرف فأثرت على إيه أثرت على البصوية بتاع الإيه بتاع الأكريميشن فحصل أو إن أنا حد بعد العملية عمل في عينيه عمل في عينيه يعني فحصل إيه فحصل إن الفلاب ده حصل ديس لوكيشن حصل over or under correction أو corneal hayes إن الكورني يحصل فيها عتامة بزداد بعد l-br-a بزداد بعد l-br-k ولكن الموضوع ده الكورنيال hayes ده إحنا ممكن نتغلب عليه بإن إحنا ندي interoperative بروفلاكتك A mytomycin بعد كده ممكن يحصل برضه من ضمن المشاكل إن يحصل بوستليزيككتيزيا ليه لإن أنا شيل من القرانية أكتر من المفروض يتشال اللي هو إن أنا نوصل اللي استروم اللي بدي إن هو يبقى اللي ميتين وخمسين أو إن أنا البيشنت ما كانش ينفع عمله العملية وعملتها برضه عند اللي هي الكرياتو الكرياتو كان عنده كرياتو كانت كرياتو وانا ما عليكتوش فبالتالي برضه يحصلوا البوستليزيكتيزيا دي أو إنه يحصل بقى بعد العملية زي كرياتيتس زي اللي هي اللي هي بعد كده تاني نوع من العمليات اللي بعمله اللي هو حاجة اسمها اللينس بيزد سيرجل إن أنا بشتغل على العدسة والله يا إما هحط عدسة إما هشيل حط عدسة فوق العدسة إما هشيل العدسة اللي موجودة وحط عدسة جديدة الفيكيك IOL ديت إن أنا بحط عدسة فوق العدسة إمبلانتيشة IOL على الكريستالية اللينس اللي هي اللي موجودة ودي بتسمح الرينج إن أنا يعني دي مميزاتها عن الكورنيا البيزد إن الرينج بتاعها بيبقى أعلى شوية بيبقى لحد سلب 20 هناك كان لحد سلب 10 وللسلب 12 هنا ممكن لحد سلب 20 ياما بحطها في الانتيريو تشامبر ياما بحطها سبورت دعا البستيريو تشامبر أو خلاص بأن أنا بعمل إكس تشينج خالص اللي هو الريفركتيب لينس إكس تشينج ريمو بالوف دا كريل كريستالية لينس اللي أنا بعمل لها فيه كوكو مالسفيكيشن بدوبها خالص وحط الإيه وحط الجديدة وخلاص طبعا كل حاجة لها ميزات ولها عيوب عيوب إن أنا أشتغل على العدسة إن أنا أول حاجة إن أنا وانا بعالج الخيم ويبدأ يحصل إيه ريتنا الديتاتشمنت تاني حاجة مشاكل أي عملية زي إن يحصل اندوفثالمايتس إن يحصل للباور بتاع العدسة وبالتالي أحط له عدسة هي أصلا مش مناسبة لي أو إن يحصل إيه إن يحصل استيجماتيزم أو إن الشخص دا يفقد الأكموديشن النتيجة طبعا إن العدسة اللي أنا هحطها لها بتبقى بمونوفوكالبور مش زي العدسة إيه مش زي العدسة بتاعتنا الأساسية بتبقى إيه بتبقى أكموديتت على حسب إيه الرؤية بتاع على حسب الإضاءة على حسب حاجة كتير لأ هي دي بيبقى لها مونرفرفت فور فبالتالي الشخص ده بيبقى إيه بيبقى فاقد إيه الأكموديشن وممكن يحصل بس الأسئلة دي احنا كلنا قلناها الأفيكية الأفيكية بتتميز بإيه الأنتيرويت شامبر أنا شلتها فوسعت الأنتيرويت شامبر بيحصل ديبنين في الأنتيرويت شامبر تانية حاجة قلنا كل دي ريالاتف كونترا إنديكيشن مع عدمين قلنا قلنا الابسوليوت هم حاكتين اثنين ياما كراتو كوه نصول بي ام دي ياما مين ياما ريالاتف فهي ده أنا حاولت اقرأها معاكم سريعا كده لما هلكوا ولو عزتوا أي حاجة فيها ممكن ترجعوا للشرح الأساسي أو تسألوني بس وآخر دعواما الحمد لله رب العالمين